اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأسفر والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولو أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية خاصة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد وقد وجه سيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصدا تنمويا متكاملا أركان سياحيا واقتصاديا وخدميا مع بلورة أليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل سعيا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس ولتوفير فرص عمل إضافية وذلك في إطار الاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كسروة قومية اشتركوا في القناة